ومن الخوء إلى السيستاني وهذا السيستاني غريب جدا غريب جدا مسخرة السيستاني لا تماثلها مسخرة أنا سأقرأ عليكم وأنتم حكموا بأنفسكم الأكثر مسخرة من بين كل الذين تقدم ذكرهم هو السيستاني والأكثر شيطنة وقذارة سأقرأ عليكم وأنتم حكموا الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد طبقا لفتاوى سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره وسماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله طبعة منقحة وموثقة من مكتب المرجعية في النجف الأشرف من الذي قدم لهذا الكتاب بعد أن وثق مكتب السيستاني هذا الكتاب فهذا توثيق مكتب السيستاني مع ختم المكتب بتأريخ اثنين أربعة ألف وأربعمية أو خمسة وثلاثين هجري قمري اثنين أربعة الثاني من ربيع الآخر الشهر الرابع هو ربيع الآخر ربيع الثاني اثنين أربعة ألف وأربعمية وخمسة وثلاثين هجري قمري مع ختم مكتب السيستاني في النجف الأشرف توثيق لما جاء من معلومات وفتاوى في هذا الكتاب وقدم له ثلاثة من السيستانيين المعروفين سماحة الأستاذ آية الله الشيخ محمد تقي الشهيدي سماحة الأستاذ آية الله السيد منير الخباس سماحة الأستاذ آية الله الشيخ علي الدهنين هؤلاء هم الذين قدموا لهذا الكتاب ووثقوه وكذلك وثقه مكتب المرجعية في النجف الأشرف ومثل ما جاء على غلاف الكتاب طبعة منقحة وموثقة من مكتب المرجعية في النجف الأشرف ماذا جاء في هذا الكتاب المسخرة المهزلة إنها المسخرة الشيطانية لسيستاني صفحة أربعمية وثمانية وثمانين أتمنى عليكم أن تتابعوني كي تلاحظوا كيف يضحك السيستاني على الشيعة وليس اليوم وليس اليوم منذ بداية مرجعيته صفحة أربعمية وثمانية وثمانية المطلب السابع بيان إمضاء العقود هذا البيان الصادر من السيستاني هناك رسالة موجهة إلى السيستاني من جمع من وكلائه أقرأ عليكم الرسالة ثم أقرأ بيان السيستاني هذه الرسالة الموجهة إلى السيستاني صفحة أربعمية وثمانية وثمانية بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الإمام المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني مدة ظله العالي بعد الدعاء لكم بطول العمر في توفيق وتسديد وخير وعافية نرغب في أن نعرض عليكم قضية من أهم القضايا الاجتماعية الدينية والتي لا علاج لها إلا تفضلكم بالإجازة هم يصنعون المشكلة هذه المشكلة لا وجود لها هم يقولون والتي لا علاج لها إلا تفضلكم بالإجازة وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة في أية دولة من الدول وهؤلاء يتحدثون عن الشيعة في دول الخليج لأن الوكلاء الذين كتبوا الرسالة للسيستاني هم من وكلاء دول الخليج وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة والتزامهم بمبناكم القائل بالمعاملة مع الأموال الصادرة عن الدولة معاملة مجهول المالك لماذا هذه أموال تُعطى رواتب للموظفين لماذا هي مجهولة المالك أموال صادرة من دولة معينة من وزارات معينة وتسلم لموظف معين باسمه وشخصه إنه يأخذ المال بسبب ما يقوم به من عمل وخدمة لماذا هذه الأموال مجهولة المالك هذا هو مبنى السيستاني على أي حال نستمر وهي أن هذه المشكلة وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة والتزامهم بمبناكم القائل بالمعاملة مع الأموال الصادرة عن الدولة معاملة مجهول المالك أوقع الكثير منهم في الحرج الشديد من حيث حاجتهم للاستئذان حتى في مواريثهم وهباتهم وقروضهم فهذه الأموال تأتي من خلال دوائر الدولة ومن خلال بنوك الدولة أوقع الكثير منهم في الحرج الشديد من حيث حاجتهم للاستئذان حتى في مواريثهم وهباتهم وقروضهم وفضولية حوالاتهم على البنك في تسديد ثمن المبيع وقيم المتلفات وأداء الدين وصعوبة التمييز والتعامل لمن كان حسابه في البنك الأهلي بينما كان من رواتبه المحولة وما كان من أمواله المودعة في البنك من قبله مضافا للحماس الديني هذا هو الثول ما هو بحماس ديني هذا هو الثول الديني مضافا للحماس الديني عند كثير منهم ورغبته الشديدة في تخميس رواتبه وإن لم تكن مقبوضة إصرارا منه على إثراء مصارف الخمس وسد حاجات الفقراء والمعوزين الذين لا مورد لهم سوى الحقوق الشرعية ولذلك يا كله رأى جمع من وكلائكم في المنطقة في دول الخليج مع بعض المؤمنين الغيورين أن يرفعوا لسماحتكم طلبا ورجاء مؤكدا بأن تتفضلوا بإمضاء العقود الوظيفية الجارية بين الدولة وجميع المؤمنين المرتبطين بسماحتكم هذا الكلام هذا الكلام أيام النظام الصدامي لأنه حينما أصدر بيانه كان بتأريخ خمسة جمادة الأولى ألف أربعمائة واثنين وعشرين هجر قمري السستاني في وقتها كان منزويا في بيته في هذا الزقاق الإبليسي في النجاف فما علاقته بدول الخليج وبالوزارات والشركات وتلك عقود كانت بين الدولة وبين أولئك الموظفين ما هي سلطته أن يصدر قرارا في إمضاء تلك العقود ما علاقته بالموضوع هكذا يضحك على الشيعة في أي آية في الكتاب الكريم يوجد مثل هذا الحكم في أي رواية في سيرة أي إمام كان هذا الأمر ما كان الناس يشتغلون في الدولة الأموية والدولة العباسية وحتى لو كان هذا في سيرة الأئمة كيف انتقل إلى هؤلاء الفقهاء من أين جاءت الولاية لهؤلاء هؤلاء لا ولاية عنده بأن تتفضلوا بإمضاء العقود الوظيفية الجارية بين الدولة وجميع المؤمنين المرتبطين بسماحتكم لما في ذلك من المصالح المهمة العامة وسد باب الارتباك والحرج عن كثير من المؤمنين هؤلاء هم أوقعوا أنفسهم في هذا الحرج باتباعهم لهذا الشيطان لهذا المنهج الشيطاني وسد باب الارتباك والحرج عن كثير من المؤمنين حفظكم الله تعالى ذخرا للإسلام والمسلمين ودمتم مؤيدين للإسلام والمسلمين الحمير الدخيين ودمتم مؤيدين حفظكم الله تعالى ذخرا للإسلام والمسلمين والمسلمين الدخيين الحمير الدخيين ودمتم مؤيدين جمع من وكلائكم الذين رفعوا هذه الرسالة للسيستان أصدر السيستاني بيانه باسمه تعالى بعد السلام عليكم والدعاء لكم بمزيد التأييد والتسديد استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية أدري أنت خليفة أحد من الصبخ على البلاد الإسلامية هو يا هل يشتريك بقندرة عتيقة في الدول الإسلامية غير هالمطايا الذين يمشون وراك استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية قررنا من التعريخ المحرر في أدناه إمضاء جميع عقود التوظيف أدري قريتهين شفتهين اطلعت عليهين شنوها الخارطة شنوها الخارطة رفع الأمر إليه خارط وهو إمضاء خارط هذا أمر بالنسبة للسيستاني لا علاقة له به هذه عقود بين طرفين بين طرف الحكومة وطرف الموظف ما علاقة السيستاني بذلك العقد فيه طرف الإيجاب وفيه طرف القبول وهناك شروط في العقد وتم الاتفاق عليها وهذا الإنسان الذي تعاقد مع الدولة يعمل يستحق هذا الأجر فهذا المال ماله كيف صار مجهول المالك استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية قررنا من التأريخ المحرر في أدنى إمضاء جميع عقود التوظيف وما شاكلها من المعاملات المشروعة التي يبرمها المؤمنون مع الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك الحكومية في الدول الإسلامية وبذلك تلحقها الأحكام الثابتة في حال إبرامي تلك العقود مع الجهات غير الحكومية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمسة جمادة الأولى ألف أربعمية واثنين وعشرين السيد علي الحسيني السيستاني مسخرة هذه أو لا ماذا تقولون ولاحظوا ونحن نستمر في متابعة هذه المسخرة صفحة أربعمية وسبعي تحت عنوان تمهيد ما يحصل عليه المكلف من الأموال من تجاراته أو من راتب عمله حكمه حكم سائر الأموال فهي أموال مملوكة وتترتب عليها جميع الأحكام ولكن ما يقع مورد ابتلاء المؤمنين وله أحكام خاصة هو الأموال التي يستلمونها من المؤسسات الحكومية أو المشتركة مشتركة يعني بين الحكومة والأهالي أو المشتركة من الرواتب وغيرها كالقروط والضمان الاجتماعي فإنها بأجمعها من مصاديق مجهول المالك ولذا فإن أموال الدولة العراقية مجهولة المالك واستلبوها بهذه الطريقة فإنها بأجمعها من مصاديق مجهول المالك فكيف يتم التعامل مع تلك الأموال وكيف يتم إخراج خمسها كما أن العقد الذي جرى بين الموظف والدولة لم يكن معتبرا لماذا لم يكن معتبرا لماذا أليس هذا الموظف كائن عاقل واتفق مع الحكومة التي لها شخصية اعتبارية قانونية عاقلة كما أن العقد الذي جرى بين الموظف والدولة لم يكن معتبرا لذا ترتبت على ذلك أحكام خاصة ثم بعدما أمضى السيد السيستاني مد ظله العالي تلك العقود في عام ألف أربعمية واثنين وعشرين تغيرت نتيجة لذلك جملة من المسائل وهذا ما أحببنا بيانه ضمن المطالب التالية يعني كأن هذه الكلمات التي كتبها السيستاني يضحك بها على هؤلاء الأغبياء الثولان من شيعة دول الخليج العربي كأن هذه الكلمات مثلت حدا فاصلا في التأريخ الشيعي مهزلة مهزلة مسخرة مسخرة هذا هو الواقع الشيعي المسخرة هذه طرق أخرى للسرقة تتناسب مع هذا العصر ومع هؤلاء الثولان من الشيعة اسمعوا اسمعوا هل يملك المكلف راتب الوظيفة الحكومية أو المشتركة بين الأهالي والدولة المؤسسات والشركات هل يملك المكلف راتب الوظيفة الحكومية أو المشتركة بين الأهالي والدولة فيجب فيه الخمس الجواب بعدما أمضى السيد السيستاني مد ظله العالي العقود التي بين الموظفين والدولة فالموظف يملك في ذمة الدولة كل شهر راتب الوظيفة ما دام موظفا فيجب فيه الخمس إذا حلت سنته الخمسية وإن لم يستلمه ولذا لو كان الموظف يقلد السيد السيستاني مد ظله العالي ورأس سنته في تأريخ عشرين من الشهر وبعد لم يستلم الراتب فيجب عليه أن يخرج خمسة راتب العشرين يوم الماضية حتى وإن لم يستلم الراتب لماذا؟ لأن السيد السيستاني قد أمضى العقود أمضاها وهكذا يسرقون الأخماص وجوب الخمس في الراتب الحكومي قبل قبضه سمعنا بأنه لو أبقى الموظف الحكومي راتبه في حسابه في البنك ولم يقبضه لم يجب فيه الخمس وإن مضت عليه سنوات فهل هذا صحيح الجواب؟ هذا الكلام صحيح قبل عام ألف وأربعمية واثنين وعشرين شنو اللي صار حرب البسوس سنة ألف وأربعمية واثنين وعشرين؟ السيستاني كتب لكم كلمة يضحك بها على هذه الرانات أعيد قراءة السؤال عليكم سمعنا بأنه لو أبقى الموظف الحكومي راتبه في حسابه في البنك ولم يقبضه لم يجب فيه الخمس وإن مضت عليه سنوات فهل هذا صحيح؟ نعم هم يفتون كذلك لماذا؟ لأنها أموال مجهولة المالك ولكن بعد ألف أربعمية واثنين وعشرين بعدما فتح السيستاني القسطنطينية وأصدر ذلك البيان العظيم الذي غير وجه الحياة على الأرض تغيرت الأمور ما الذي تغير؟ يجب عليه أن يدفع الخمس الجواب هذا الكلام صحيح قبل عام ألف أربعمية واثنين وعشرين أي قبل إمضاء السيد السيستاني مد ظله العالي للعقود بين الموظفين والدولة وأما بعدما أنضاء السيد مد ظله العالي العقود فيجب الخمس في الراتب إذا حلت السنة الخمسية وإن لم يقبضه الموظف وأبقاه في حسابه ماذا تقولون أنتم؟ مسخرة هذه المسخرة هذه المسخرة بعينها نذهب إلى فاصل كي أقرأ عليكم نكتة وهي فتوى من فتاوى الخوئي والسيستاني نذهب إلى فاصل صفحة أربعمية وستة وثماني المطلب السادس كيفية قبض مجهول المالك أتمنى أن تنتبهوا لهذه النكتة لهذه المسخرة لا أدري كيف أصفها باسمه تعالى مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله العالي الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيد الخوئي قدس سره عندما يقبض راتبه من البنك فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد أتعلمون ما معنى هذا حينما يأخذ الراتب من الموظف يقولون له بحسب الفتاوى فإنك تستلم بهذه اليد إما نيابة عن الخوئي لأن هذه الأموال أموال الخوئي أو نيابة عن الفقير وهو لا يعرف من هو الفقير فإما أن تستلم الأموال نيابة عن الخوئي باعتبار أن الخوئي وكيل للفقراء ولا ندري أي فقير وكل الخوئي والخوئي في قبره فأن تأخذ المال من موظف البنك هذا هو راتبك أنت تعمل ثلاثين يوما والآن تأخذ راتبك إنك لا تملك هذا الراتب بحسب فتاوى مراجعنا الحظام حرامية 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 بتمام معنى الكلمة لكنهم لصوص محظوظون الثيران والثولان يركضون وراهم على أي حال فتأخذ الراتب من الموظف في البنك بهذه اليد على أساس أنها هذه اليد تمثل الخوئي لأنه وكيل الفقراء أو أنها تمثل الفقير فحينئذ تأخذ هذا المال لا بد أن تداوره إلى يدك الأخرى حتى يصبح مالك من أين جيتهم بهذا؟ في أي تآية في أي ترواية في أي منطق إنساني في أي ضراط حيواني أرشدون إلى ضرطة من ضراط الحيوانات كي نستدل بها إننا سنقبل ذلك أي حيوان يضرط ويعطي ضراطه هذا المعنى نحن سنستدل به أرشدون أرشدون من أين جئتم بهذا؟ من أين جئتم بهذا؟ الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيد الخوئي قدس سره عندما يقبض راتبه من البنك فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد أم يكفي قبضه بيده والضرب عليه باليد الأخرى فعينما يضرب عليه بيده الأخرى إنه امتلكه استلمه من الفقير هو الفقير وين والخوئي وين الخوئي بقبرة والفقير ما معروف مسخرة بتمام معنى الكلمة هذه الفتاوى من أين يعتوننا بها؟ قلت لكم والله العظيم لو أرشدونا إلى ضراط حيوان من الحيوانات فيه دلالة على هذا إنني سأقبل سأقبل بهذه الفساوى والله كثير عليها أن توصف بالفساوى فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد؟ أم يكفي قبضه بيده والضرب عليه باليد الأخرى؟ وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد مد ظله العالي سيد السيستاني؟ أم عن الفقراء؟ وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم؟ يعني أنك تستلم الراتب أنك تقبض عنهم عن الفقراء ثم تعطى الراتب لنفسك لأنك قبضت منهم باعتبار أنك تمثل الفقراء وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد يعني السيستاني مد ظله العالي؟ أم عن الفقراء؟ وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم؟ وهل الفقير أو السيد مد ظله العالي؟ يعني السيستاني يبيح التصرف فيه للموظف أو يملكه إياه؟ فقد سمعت بنفسي من المرحوم من المرحوم الخوئي أنه يبيح له ذلك بشرط الخمس يبيح له راتبه بشرط أن يدفع الخمس للقوئي من أين جاءوا بهذا الكلام؟ ألا يذكركم بموقف كاشف الغطاء حينما كان يدخل إلى الولائم ويمنع الناس من أكل الطعام ويمنع صاحب السفرة من أن يأكل من سفرته حتى يدفع قيمة السفرة وهو الذي يقيمها حتى يأخذ قيمة السفرة إلى آخر دانق وبعد ذلك يأذن لهم وهو يكترش اكتراشاً كما حدثنا المحدث النوري كان أكولاً يأكل كثيراً من الطعام الجشب كان يكترش اكتراشاً فما بالكم بالولائم الطيبة الطعام ماذا سيفعل فيها؟ مرجعنا العظيم مرجعنا العظيم سيكشف الغطاء عن حقيقة تلك الولائم إنه سيكشف الغطاء سيزيل الطعام عن الأواني ستصبح الأواني مكشوفة فإنه سيلتهم غطاءها من الطعام هكذا تتحقق حقيقة كشف الغطاء الخوئي يبيح لهم أن يتصرفوا برواتبهم بشرط أن يدفعوا الخمس وهي رواتبهم يأخذونها يأخذونها من البنوك من الشركات من الحكومة قارنوا بين هذا الموقف وبين مواقف أئمتنا في الرواية التي قرأت عليكم ما قرأت منها قبل قليل من الوسائل عن أبي سيار والذي جاء بمال الخمس كي يسلمه للإمام الصادق فالإمام حين قال له الأرض كلها لنا أبو سيار قال للإمام أنا أحمل إليك المال كله إذا كان الأمر هكذا فقال له الإمام يا أبا سيار قد طيبناه لك هذا الخمس خذه لك قد طيبناه لك وحللناك من فضم إليك مالك إلى آخر ما قاله إمامنا وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا هذا الموظف يأخذ راتبه بعد أن قام بجهده وعمله لمدة ثلاثين يوما الخوئي لا يبيح له التصرف في ماله حتى يدفع الخمس للخوئي فقد سمعت بنفسي من المرحوم أنه يبيح له ذلك يبيح له التصرف براتبه بشرط الخمس ثم إن الموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا باعتبار المداورة لم يقم بعملية نقل المال من يده هذه إلى يده الأخرى وأخرج الخمس مما زاد على مؤونة سنته هل يجب عليه أن يعيد التخميس بعدما علمه باعتبار ذلك باعتبار المداورة يعني حتى لو أن الموظف دفع الخمس الخمس من دون فعل المداورة السائل هنا يسأل فهل عليه أن يخمس مرة أخرى الجواب من مكتب السيستاني باسمه تعالى يكفي قبضه وكالة عن سماحة السيد مد ظله العالي بما أنه وكيل عن الفقراء متى وكل الفقراء السيستاني فالموظف حينما يذهب إلى البنك يستلم الراتب بيده بهذا العنوان بأنه وكيل عن السيستاني لأن السيستاني وكيل للفقراء فهو يستلم الراتب بهذه الطريقة لأن الراتب الموجودة في البنك في حساب الموظف ليس ملكا له هو ملك السيستاني شنوه نتملكه ما ندري لكن هو ملك للسيستاني فالموظف حينما يذهب ويستلم راتبه يكون وكيلا للسيستاني فيأخذ بالوكالة عن السيستاني الراتب لماذا؟ لأن السيستاني وكيل للفقراء يكفي قبضه وكالة عن سماحة السيد مد ظله العالي بما أنه وكيل عن الفقراء ثم إبقاؤه في يده بقصد تملكه لنفسه لا يحتاج إلى مداورة مثل ما كان في أيام الخوع وإنما يبقيه في يده ولكن يقصد أنه سيتملكه بعد أن كان ملكا للسيستاني ومن ثم يجب عليه تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة إلى نهاية سنته الخمسية والموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا بلزوم قبضه كذلك عن السيد الخوع قدس سره في وقته يكون قد تصرف في مال الفقراء من دون مجوز بحسب فتواه قدس سره ومن ثم لا بد للتخلص من ذلك من تمليك مثله لسماحة السيد مد ظله العالي بما أنه وكيل عن الفقراء وهو مأذون في تملكه لنفسه فإن بقي ماله هذا إلى نهاية سنته الخمسية وجب تخميسه كسائر أمواله مكتب السيد السستاني النجف الأشراف 12 ذو القعدة 1425 هجري قمري كل الزيان هذا بعد سنة 1422 بعد ذلك الحدث العظيم حينما أصدر السستاني ذلك القرار المدوي في أنه أنضى العقود التي بين الموظفين والدولة والشركات والوزارات وهو ما طالع من رأس الدربونة وهو جالس في زاوية بيته أيها مسخرة هذه وأية مضحكة هذه هكذا يضحكون على الشيعة لكن الشيعة هم الذين يريدون هذا لاحظتم الرسائل قطعا الذين يعبثون بالشيعة هم وكلاء المرجعية هؤلاء الشياطين السفلة هؤلاء الشياطين السفلة خصوصا وكلاء المرجعية في الخليج أقذر الوكلاء أقذر وكلاء المرجعية هم وكلاء المرجعية في الخليج لماذا؟ لأن الشيعة في الخليج وضعهم الاقتصادي أفضل بكثير من دول أخرى ولذا فإنهم يرسلون أخبث الوكلاء أو إذا كانوا من أهل البلاد نفسها يدربونهم أخبث التدريب ويعلمونهم أخبث التعليم هذه الشيطنة الواضح وفوق كل هذا يصدر السيستاني فتاواه في عدم انتقاد الوكلاء الفاسدين هذا شيء طبيعي إذا كان السيستاني أفسد الفاسدين هو بنفسه السيستاني هو أفسد الفاسد هل هناك من فساد يكون أكثر من هذا الفساد هذا فساد ديني وفساد فتوائي وفساد أخلاقي وفساد إنساني وفساد مالي وفساد شيطاني كل أنواع الفساد تتجلى في هذا الذي كنت أقرأه عليكم هذه مخططات السيستاني تلاحظون أن المراجع اللصوص أن المراجع الشياطين في كل زمان يجددون للشيعة الحمير للشيعة الأغبياء يجددون لهم المخططات الجديدة للضحك عليهم ولسرقة أموالهم الكتاب الذي بين يدي الفقه للمغتربين رسالة عملية من مجموعة الرسائل العملية للسيستاني هذه طبعة مؤسسة الإمام علي إنه مركز الارتباط بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام مظلّه في لندن هذه الطبعة الثالثة ألف تسعمية أو تسعة وتسعين ميلادي والسيستاني يضع يضع توثيقه وتأكيده للعمل بهذه الرسالة العملية يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى بحسب ما هو مكتوب خمسة رمضان المبارك ألف أربعمية واثمونتعاش مع ختم السيستاني وإمضائه وتوقيعه صفحة ثلاثمية وخمسة وأربعين رقم المسألة ستمية إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية وكيل فاسد فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل وماذا لو تأكد من صحتها قطعا إذا لم يكن متأكدا لا يجوز لشخص أن يتحدث عن شخص آخر هذه القضية مفروغ منها ولكن إذا كان متأكدا من فساد هذا الوكيل وهو يفسد بالحقوق الشرعية لإمام زماننا كما هم يقولون هذه أموال صاحب الزمان السستاني السستاني هكذا يفتي صفحة 346 لا يجوز له ذلك في الحالتين لا يجوز له أن ينتقد ذلك الوكيل الفاسد إذا لم يكن متأكدا فهذا الأمر واضحا لكن إذا كان متأكدا من فساده لماذا لا يجوز له أن ينتقد هذه فتاوى لحماية الوكلاء الفاسدين لا يجوز له ذلك في الحالتين ولكن في الحالة الثانية إذا كان متأكدا من فساد الوكيل بإمكانه وليس يجب عليه بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات أعود الشيعة تقبض من دبش أي إجراءات أي بطيخ أي قنادر هذا الذي يجي ويبلغ المرجع رأسا يتصلون بالوكيل في المنطقة فلان يجي وبلغ عنك حتى يسقط سمعته يسقط سمعت هذا الشخص وسمعت عائلته وإذا كان يستطيع أن يقطع رزقه يذهب لقطع رزقه وإلى آخره أو أن يورطه في قضية مع الدولة خصوصا في هذا الزمان مثل ما يفعل محمد رضا السستاني مع الذين يختلفون معه يتصل بالدوائر الأمنية ويطلب منهم أن يأخذوا فلانا تحت المادة أربع إرهاب وهذه القضية تكررت الذين ابتلوا بهذا الموضوع يعرفون الحقيقة ربما البعض لا يعلمون بهذا كحال السنة أيام صدام حينما كان الأكراد يتحدثون عن مظلوميتهم وحينما كان الشيعة يتحدثون عن مظلوميتهم السنة في العراقي كثير منهم يعتبرون أن الأكراد يكذبون وأن الشيعة يكذبون وأن صداما ما فعل هذا في الأمثال الشعبية العراقية يقولون اللي يأكل العصي مو مثل اللي يعدهن اللي ينظروا مو مثل اللي يعد ضربات العصي كثيرون ألقى بهم محمد رضا السستاني في غياهب الزنزانات وإلى الآن كثيرون كثيرون أنا لا أحدثكم عن تحليل أحدثكم عن معلومات حقيقية لكنه يفعل هذا في الخفاء وهذه حكاية نحتاج إلى بسط القول فيها في مقام آخر هكذا يقول السستاني ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لأنه هو فاسد وأولاده فاسدون وأصاره فاسدون وأوكلاؤه فاسدون فلابد من المحافظة على الحيثية الفاسدة وعلى الكينونة الفاسدة لكي يسترى فسادهم هذا هو الذي يجري في العراق الآن هناك حماية للفاسدين في المنطقة الخضراء وحماية للفاسدين في حوزة النجف حماية للفاسدين أنه كانوا حماية للفاسدين في أي مكان خاضع للمرجعية السستانية حماية الفاسدين تمثل حماية للمرجعية السستانية الفاسدة هكذا تسرقون يا أيها الشيعاء وهكذا يضحك على ذقونكم نذهب إلى فاصل الألعاب التي قرأتها عليكم من هذا الكتاب الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد هذه يلعب بها وكلاء المرجعية الخوئية ووكلاء المرجعية السستانية على شيعة دول الخليج يلعبون بهذه الطرائق ويضحكون عليهم ترجمة نانسي قنقر